بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرار Principles of Engineering Design نستكمل معا screwed joints وبنتحدث عن common types of screw fastenings أول نوع عندي اللي هو through pulse through pulse اللي هو في الشكل ده بين قدامنا cylindrical par with threads for the nut at one end and head at the other end يعني ايه كلام ده معناه انه ده مصمار قلووز لرأس ده الجزء ده اللي هو الhead والجزء التاني من الناحية التانية اللي هو النط أو الصمولة يبقى ده رأس المصمار ودي الصمولة بيركب بالطبع ما بين اللوح مثلا هنا ولوح تاني في ثقب هنا بيدخل فيه المصمار وبدخل الثقب من ناحية الرأس بتاعت المصمار وبعدين أربط بالصمولة من هنا وبالطبع بيبقى فيه وشر أو وردة عشان مسألة الاحتكاك ما بين النط وما بين اللوح ده ده النوع الأولاني وبيسموه through pulse مصمار نافذ وبالطبع بالشكل اللي احنا قدامنا ده واضح انه هو نافذ من كلا الجهاتين النوع التاني اللي هو tab pulse screwed into a tabbed hole of one of the parts to be fastened without the nut هو مصمار زي ما احنا شايفين كده لوء الرأس اللي هو الجزء ده اللي هو الهد لكن ما بيستخدمش سمولة طيب عوضا عن ذلك الثريد اللي موجود في المصمار هنا بيقبله ثريد في اللوح السفلي بعد كده بيتم عملية الربط بحيث انه يحصل engagement هنا ما بين الاسنان بتاعة المصمار واسنان اللوح اللي هنا وبالتالي بيضغط من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده وتم عملية الربط نوع التالت اللي بيسموه stud او الجويت اللي هو قدامنا الشكل ده كده round bar threaded at both ends هو عبارة عن مصمار في قلووز من الجهتين من الناحيتين ملوش راس لكن بيستخدم السمولة احيانا ممكن القلووز يبقى رابط مع الجزء السفلي هنا كده واحيانا ممكن تلاقي الجزء ده ما هوش قلووز لكن جزء hooked بالشكل ده كده على شكل خطاف او على شكل الهوك بتاع السفينة او اللي بيسموه الهلب بتاع السفينة بحيث انه ممكن يبقى الجزء ده ممكن يبقى من ال concrete من الخرصانة وبالتالي تتم عملية الربط الاجزاء الماكينات يبقى ده الفرش بتاع الماكينة ومن ثم تم عملية الربط ايضا ممكن احنا نستخدمه في تثبيت اعمدة المزلات خاصة المزلات لي بستخدم لي السيارات